موسيقى الله يحمي لبنان وشعبه يرحم كل الشهداء ويداوي ألام كل الجرحة أيها الرب إلهنا نتقدم إليك في هذا اليوم المبارك بصلاة نطلقها من أعماق قلوبنا المتألمة في هذا الزمن الصعب على وطننا لبنان نرفع صلاتنا ونحن ممتلئون بالرجاء وواثقون كل الثقة برحمتك متشبثون بكل ما لنا من القوة في الإيمان نطلب رأفتك في صلاتنا اليوم وكل يوم إن شاء الله تكونوا بخير أعزائي المشاهدين ننطلق بحلقة جديدة من برنمشكن الصباحة بفقرات متنوعة ولها الفقرات نشاطات وأخبار كشف أخيراً عن 23 لوحة فنية جديدة غير معروفة تعود إلى الفن الجبراني المبدع والخلاق عادت جبران خليل جبران من نيويورك إلى متحفه الكائن ببطن جبل مارساركيس ببشرة لوحات اللي كانت مجهولة حتى الأمس القريب مرسومة بريشة جبران خليل جبران تتميز بالشفافية ودقة الملاحظة وقد شاءت الظروف أنه تكشف هويتها بفضل جهود لجنة جبران خليل جبران الوطنية المؤتمنة على متحف جبران وكل أثاره الفكرية الأدبية والفنية يلي أكيد يعني ما بيوفره ولا جهد بالبحث والتنقيب من أجل جمع تراثه كله بمتحف جبران ببشرة تحت عنوان تعرف إلى جانب وميز من فن جبران خليل جبران اللي تجلى بشكل استثنائي خلال إقامته بنيويورك بين عام 1911 وعام 1931 قالت لجنة جبران انسئلت أين وكيف فعليك إذن أن تقوم بزيارة مطحف جبران في بشرة حيث يرى افتتاح معرض خاص ودائم في 3 تموز 2024 بعنوان جبران خليل جبران ونيويورك وكشفت أيضا ببيان بإطار بيروت Art Days عن 23 لوحة جديدة من ضمن مجموعة البورتري الـ 27 يلي تعتبر من أجمل ما رسموا الفنين بنيويورك أربعة من تلك اللوحات عرضت بنيويورك السنة الماضية بمعرضين أحدهما بمبنى منظمة الأمم المتحدة والآخر بمتحف The Drawing Center هذا كان الخبر الأول لليوم الخبر الثاني مختلف شوي لطالما شكل الفضاء مصدر للاكتشافات المذهلة والأسرار الغامدة يلي تصير فضول العلماء والهوات على حد سواء وبسياق هالاكتشافات أصار كوكب جديد جرت تعرف عليه مؤخر دهشة كبيرة للعلماء لسبب غير معتاد هو رائحته يلي بتشبه يعني رائحة البيض الفاسد اكتشفت هالرائحة الكريهة بفضل أبحاث متقدمة لفرق علمية استخدمت تلسكوب فضائية متطورة وتقنيات التحليل الطيفي وقد تمكنت من رصد كوكب بدور بفلك نجم بعيد يطلق رائحة بتشبه البيض الفاسد بأجوائه تكشف هالرائحة يلي بتذكرنا بأفلام الخيال العلمي عن تأثيرات الكبريت بالهياكل الداخلية للكواكب ما بيصلت أكيد الضوء على تفاصيل ما كان ممكن قبل استنتاجها يعني قبل هذا الاكتشاف الخبر الثالث لليوم مهضوم وهو من التراث الصينة رح نشوف صورة لكوب هيدا الكوب اللي عم بتشوفوه من قواني الشاي بالتراث الصينة ويعرف بكوب العدالة بأسفله ومتل ما عم ننتبه في ثقب منه كتير صغير مع ذلك ما بيتسرب منه الشاي أبدا طالما ما امتلق الكوب بأكتر يعني من المفروض وإذا امتلق يعني زيادة عن قلمية عن الحدي اللي هن يعني قيليننا لا يجوز أنه نتجاوزه بيتسرب الماي كامل من أثقب وبذلك يعني مشان هيك اسمه كوب العدالة لا يبارهنو للناس أنه الطمع بيضيع كل شيء يعني شو حلو قصة هالكوب بالفعل وكيف هيك يعني مصمم بهيدا الشكل كمانا هيك الغريب وبذات الوقت إلو كمانا هيك يعني بيعكس دلالات يعني مهمة كمانا هيدولي كانوا أخبارنا عزائي المشاهدين بفقرة نشاطات وأخبار من كف باقية الفقرات ومنوصل هلأ لفقرة information المرأة شو عملية المرأة شو اختر عيد شو عم تقدر تعمل شو عم تقدر تنجز شو عملت سابقا بيقيدوا المرأة من ولادتها وبيحدوا من حركتها وتفكيرها وتجاربها وتعليمها بعدين بيقولوا شو اخترعت المرأة المرأة ضعيفة خبرتها بالحياة محدودة بينما الرجل منذ الولادة بيدعموا للانطلاق وللحرية وللتجربة والتعلم بعدين بيقولوا الرجل مخترع وشجاع وأعلم بأمور الحياة كثيرا ما يمر علي على مواقع التواصل الاجتماعي سؤال هو إذا الرجل اخترع كذا وكذا وكذا شو اخترعت المرأة؟ فالمرأة اخترعت الكثير والكثير وبعدها عم تختنع تخترع وبعدها عم تصنع تغيير وبعدها عم بتكون مؤثرة إن كان ببيتها أو بعملها أو بمجتمعه وهي رغم كل الهمم يعني تعدد المهام الموكة لإليها إدرات نفس الرجل مشان هيك حبينا اليوم نضوي على عدة اختراعات اختراعاتهم المرأة رح نذكر أول شي غسالة الصحون يعني نحنا منقلة هيك باللغة العامية الجلاية وقد اخترعتها نعم سيدة اسمها جوزفين كشران عام 1883 أما الممسحة يلي هي موجودة بالزجاجة الأمامة للسيارة فهي من اختراع امرأة وقد ساعدت يعني وساهمت يعني خليني أقول أنا يعني بإنقاذ حياة الناس وتسهيل حياتهم أثناء القيادة هي من اختراع ماري أندرسون واخترعتها عام 1903 البدلة العسكرية ضد الرصاص هي من اختراع سيدة أدي كمانا صيهمت انقاذ أرواح والمخترعة اسمها ستيفاني كوالك اخترعتها البدلة عام 1961 عنا كمانا سلم الحريق هو من اختراع أنا كونالي والحقنة الطبية هي من اختراع سيدة اسمها لاتينا جير أيضا الثلاء الثلاجة الحديدية يلي منشوفها قدابة ساعة وقدامهمة تستعمل كمانا بالمطاعم كمانا حتى بالبيوت ببعض الأحيان إذا حدا كان بده يعمل هيك يعني يكدس يعني المواد الغذائية وعنده كمانا مسيحة كافية نعرف قديشها مهمة كمانا الثلاجة الحديدية وهي من اختراع فلورانس باريت كمانا الاي سي بالسيارة يلي هو حاجة أساسية مكيف السيارة من اختراع سيدة اسمها مارغوريت ويلكسون والاتصال اللاسلكي هو من اختراع هيدي لمار حبينا هيك بيها الفقرة نضوي على العديد من الاختراعات ومنبقى مقصرين لأنه في اختراعات أخرى وأخرى وبعد المرة لليوم عم تخترع عم تتميز عم تترك بصمة وأثر يعني بالعالم أجمع تبقى هي كيزة أساسية وحاجة أكيد تمكينة وانخراطة بشتى الميادين إن كان بالمجتمع إن كان بالحياة كمانا السياسية كمان المجالات الثقافية منشوف قديشها مبدعة يعني بكل بالفعل المجالات بس المرة تكون موجودة منشوف قديه في أثر إجابة قديه في تنظيم لأنه المرة أعزائي هي طواقة يعني خليني أقول أنا للمثالية بطبعة وقادرة يعني الله سبحانه هو ميزة بسم التعدد المهام قادرة تكون منظمة قادرة تلحق على كل شي كمان نعرف نحن أنه عم بحكي أكيد وفق الدراسات وهيدي في الدراسات أشارت أنه المرة كمانا يعني ما ترتشع يعني عم نحكي هون الفساد يعني منشهد كمانا بسوء العمل لسيما بالمراكز القيادية يلي فيها صلاحيات مهمة أنه المرة يعني كتير قليل تكون عرضة للرشوة يعني معروفة بأخلاق قيادة المهنية العالية جدا منكفة هلأ بقية فقراتنا لليوم ومنقيت لكم هلأ فقرة فيها كتير هيك معلومات بتهم كمان كل سيدة هي فقرة مختلفة شوي بس مفيدة كمان لكل امرأة هي فقرة تبس فرشات الشعر ما حدا مننا بيقدر يستغني عنا أكيد بس أنا اللي لاحظت أنه خليني باتش بحالة ما بعرف أنا استعمالات دقيقة الاستعمالات الدقيقة والمحددة مثل ما بنقول نحنا البربوس الهدف لكل فرشات شعر مشان هيك اخترت لكم يعني هيدو اللي أكيد المتعارف عليهم منشوفها راشة الشعر وكل واحدة إلى استعمال مختلفة لحنبلش من الأول على اليمين منشوف هيدا المشط دو الشعيرات الضيقة هو مناسب جدا ده تقسيم ولا نعومة الشعر حدو منشوف اللي بيجي هيك يعني عريض أكتر هو المشط الواسع الأسنان هو بفك تشابك الشعر المبلل تحتو منشوف فرشاية تنفيس الشعر يلي هي بتساعد لتشفيف سريع وبتعطي حجم للشعر حدو منشوف دايما يعني كلنا عنا ياها هيدا الفرشات المسطحة هي يعني مستحسن أنه نستعملها للشعر الطويل وبتساعد كمان الناس اللي عندها شعر خشن كمان بعملية التشفيف الفرشات دو الشعيرات الطبيعية بتنشط فروة الرأس وبتعطي كمان نعومة للشعر وحدة عم نشوف هيدا الرفيعة هيدا اسمه فرشات التمشيط هي بتطفي حجم للشعر وبتعطي أيضا نعومة يلي بتجي مبرومة عم نشوفها كمان هي فرشات الشعر الدائرية المعدنية بتساعد لتدفق أسرع وبتعمل كمان تموجات والحدة هي فرشات دو الشعيرات الصناعية بتعطي نعومة ولماعان للشعر عم نشوف الزهر هيدا الفرشية أنا كنت شوفها حتى عند يعني الكوفير بسكون أنا ما عندي هيها يعني اسأل شو هيدا هيدا فرشات شعر بالفعل هالفرشات هي لفك التشابك والناس اللي بيكون عندها هيك عقد صغيرة متشابكة بشعره كتير مهم يستعملوها يعني مفيدة جدا عم نشوف كمان الفرشات الدائرية يلي هي يعني يستحسن انه نستعملها للشعر المجعد والقصير الناعم وعم نشوف يعني اخر شي تحت فرشات دو الشعيرات الطبيعية والصناعية بتساعد كمان لتوزيع زيوت الشعر الطبيعية وعم نشوف حد الفرشات دو الشعيرات الخشبية بتساعد بتدليق فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر اكيدة انا انه ما كنت بتعرفوا كل هالمعلومات لانه انا ابدا ما كنت اتخيل انه ممكن فرشات تساهم بركبي تطفق يعني تعمل ازا بتكون هيك بلاط سيركوليشن تضفوا قدام بشكل احسن في عنا نحنا فرشات معينة يعني الى هالقد استعمالات متعددة وضقيقة فبتمنى تكونوا هيك استفدتوا وصرتوا تعرفوا هلا بس بتكون تختاروا فرشات الشعير بعناية نعرف نحنا الاستعمال الصحيح هلا نوصل هلا اعزائي المشاهدين لاخر فقرة معنا لليوم هي فقرة معلومة احنا خلينا نشوف شعورنا ورقة بتحدد مصيرنا ورقة بتأثر علينا نعم ليه عمقول ورقة وعم شدد على دور الورقة بحياتنا ما جئنا لدى الحياة ما بيتأكد الا بشهادة ميلادنا يلي هي اكيد ورقة الشهادة الدلة على تعليمنا على تحصيلنا الاكاديمي والعلمي هو عبارة عن ورقة شهادة تخرجنا لمعترك الحياة هو ورقة وبتتويلى الاوراق عقد زواجنا هو كمان اكيد في موجودة الورقة اكيد رغم تسيتو واكيد يعني بعضو الروحة بس بطبيعة الحال في ورقة دايما عم بتكون حاضرة كمانا جواز السفر تنقدر نحنا نعبر القارات تنقدر نحنا نزور البلدان المختلفة نتعرف للسقافات كمانا احنا بحاجة لجواز السفر يلي فيه ورقة وسيئة ملكية بيتنا وسيارتنا ورقة حسن سلوكنا اذا بدنا نبلش بشغل جديد او اذا بدنا نقدم بركي سفي كمانا ورقة يعني ورقة كمانا اذا عنا حيالة مناسبة بدنا نعمل حيالة دعوة ورقة ثم ورقة ثم ورقة ورقة بتطويع الايام خليني اقول انا بتمزقها ثم بترميها دنيا كله ورقة قدي يعني بيحزن الانسان ايام بهالورقة قدي ايام الانسان بيفرح بهالورقة يعني الدنيا بالفعل اعزائي هي محطات بتمنى انو تكون محطاتكن وايامكن كلها فرح كلها امل كلها ورق حلوة بتفيد نجاح سعادة يا رب وهيك بنكون وصلنا لنهاية هالحلقة المميزة والمتنوعة كمانا من كافي بريك بتمنى تكونوا حبيتوا واستفدتوا من كل الامور يلي تناولناها اذا بتحبوا تحضروا اعادة هالحلقة وكل الحلقات دايما بتلاقون على اليوتيوب بيج لمريم تيفي كافي بريك الى اللقاء وبشوفكم الاسبوع المقبل اشتركوا في القناة